طيب بص بقى ركز معايا كده واحدة واحدة في الكلام اللي احنا هنقوله في كل الكواليس والتفاصيل اللي حضراتكم دايما بتسأله فيها وهو بخصوص المركاتو الشتوي بالنسبة للنادي الاهلي احنا في شهر يناير في باب القد مفتوح تقدر ان انت تتعاقد مع اللي انت عايزه تمام ده امر مؤكد لكن ايه اللي حيحصل الامور حتبقى ماشية ازاي خلينا نتكلم واحدة واحدة اول حاجة تعال نتكلم في السؤال اللي بتقرر هل الاهلي سيتعاقد مع اي لعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية الاجابة مؤكدة لا ما فيش اي لعيب حيتم انتعاقد معه في فترة الانتقالات الحالية ده امر مؤكد إلا اذا وخلي بالك حت تحت إلا اذا دي ميت خط إلا اذا ايه بقى لو جالك لعب كده هدية ماشي بقدرات كبيرة قوي قوي انت محتاجها وحر لاعب حر فري ساعتها ممكن تتعاقد معه لي لأ تمام فخلي بالك من الكلام ده كويس جدا في معادة ذلك الاهلي لن يتعاقد مع اي لعب في فترة الانتقالات الحالية لان الاهلي عنده ما شاء الله قائمة ممتازة جدا جدا من اللعبين ادي رقم واحد رقم اثنين السؤال دايما بيبقى عن الرحلين وتوقعات بخصوص فلان حيروح اعارة وفلان مش عارف حيطلع فين وفلان حيتبع وكلام منت حتى هذه اللحظة اللاعب الوحيد اللي خرج او بيخرج خلاص من النادي الاهلي اعارة لمدة ستة أشهر هو محمود عبد المنعم كهرباء لم يتم الاعلان بعد عن انتقاله بشكل رسمي الاحدى الاندية التركية لان لسه في بعض الاجراءات اللي بتتم لكن اللاعب نفسه كان اعلا في احدى اللقاءات التلفزيونية نتمنى له ورب كل التوفيق الكواليس تاعة الكهرباء ايه؟ الكواليس ان اللاعب استفسر او اللاعب كان عايز يعرف هيبقى ليه دور فترة جاية لا مدير الفاني مستر بيتسو موسماني شاف ان الافضل ان الكهرباء يخرج عارة ويشارك لفترات اكتر ودي كانت رغبة عند الكهرباء لانه عايز يشارك وعايز يرجع منتخب مصر فهو ابن من ابناء النادي الاهلي نتمنى له ورب كل التوفيق وان شاء الله يرجع يقصر الدنيا مع النادي الاهلي بعد الست شهور دول هل في لعبة تانية ممكن تخرج عارة؟ ربما ربما تمام؟ لكن حيبقى امتى لو حد خرج حيبقى في الايام الاخيرة جدا من شهر الجاري لو حد خرج تاني عارة من النادي الاهلي طيب الناس كتير اتكلمت على حسام حسن وان فيه عروض من فيوتشر ومن فارقه ومن عنديه كتير جدا في مصر والله ما بيشاركش كتير مع النادي الاهلي فبالتالي الناس عايزة تتعاقن معه فبالتالي فيه ناية عند النادي الاهلي لما هو يخرج حسام حسن عارة الكلام ده غير صحيح بالمرة حسام حسن لن يرحل عن النادي الاهلي في فترة الانتقالات الحالية بل كمان هيتم الاعتماد عليه بشكل اساسي تمام؟ فيه مطشاط كاس الربطة اللي هتتدي بإذن الله تعالى يوم الخميس اللي جاي لانه اللعيب مهم وفيه قناعة من الجهاز الفن بكيادة ميستر بيتس المسيماني بقدرات اللاعب فملف حسام حسن نقفله خالص ضبه مفتاح اي حد يقولك حسام حسن خارج من الاهلي قوله لا مع وضف الاعتبار اي متغيرات ممكن تحصل انا بتكلم مع حضراتكم بشكل مؤكد حد اللحظة اللي أنا فيها مع حضراتكم حسام حسن نتكلم مع النادي الاهلي مفيش اي نية ان هو يخرج من النادي تعالى بقى نتكلم عن الاسماء اللي تم ربطها بالنادي الاهلي وان الاهلي هتعقد معها في الشهر ده انا اكدت لحضراتكم انه لا فيش ولا لعيب الاهلي هتعقد معاه لكن تعالى نتكلم عن اسم اسم اول اسم ابتدى الحديث عنه هو محمد فتح الله مدافع غزل محلة بصراحة ومدافع كويس جدا والعيب ممتاز وحاجة كده ما شاء الله محترم قوي لكن هل الاهلي فتح مفاوضات معه او مع نادي غزل محلة كم ده ما حصلش ومش هيحصل في الفترة الحالية وارد انه يحصل في فترات انتقالات اخرى يعني غير فترة شتوية الحالية تمام فبرضه ما فيش اي نية لتعاقد مع محمد فتح الله حتى الان بالتحديد في شهر يناير الاسم التاني احمد رفعت وناس اكدت ان احمد رفعت خلاص في النادي الاهلي وان الاهلي خلاص عامل مفاجأة الجميلة وكلام من ده احمد رفعت بصراحة لعيب كبير قوي ومميز جدا شوفنا مع متخب مصر في كاس العرب ولو جي الاهلي حيبقى اضافة طبعا مؤكدة اضافة مؤكدة لكن الاهلي لم يفاوض ابدا في يوتشر بخصوص احمد رفعت من الوارد ان فترات اخرى يتم التفاوض لكن الشهر ده لا الاهلي ما فتحش اي ملف في المفاوضات بخصوص احمد رفعت برضو الا اذا جد جديد حاجة طرقة بقى لقدر الله عندك لعيب وقع اصاب لقدر الله اصابة جمده في مركز مهم انت محتاج حد الدعم هي دي الحاجات الطرقة اللي ممكن تحصل فيما عدا ذلك مفيش الكلام ده خالص تمام يبقى احمد رفعت كمان على اقل تقدير في شهر يناير مش موجود الاسم بقى الابرز واللناس كلها بتسأل عنه مين هو أشرف بن شري لعب نادي الزمالك لعيب جامد قوي لعيب جامد جدا 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 مفيش اتنين يختلفوا عن كده ولعب يرجح كافة نادي الزمالك نادي محترم ونادي كبير واللاعب مازال تعاقده ساريا مع نادي الزمالك اه عقده يخلص بعد ست شهور يحق ليه التوقيع لأي نادي في الفترة الحالية لكن حتى هذه اللحظة الاهلي لم يتعاقد مع أشرف بن شري ولم يتم فتح ملف التعاقد مع اللاعب الا اذا اصبح اللاعب حر الا اذا اصبح اللاعب حر ممكن يتم التفكير وزي ما كابتن سعد عبد الحفيز قال لي كابتن سعد عبد الحفيز قال لي تصريح مبارح كده سمعته قال ممكن وهو في الحقيقة كل شيء وارد يعني كل شيء وارد انت كنادي اهلي بتحاول دايما ان انت تقوي قائمة بتاعتك بافضل لعيبة ممكنة تكون متاحة بالنسبة لك فأشرف بن شرقي هل في اختلاف على انه لعيب كبير مفيش اي اختلاف على كده مفيش اي اتنين مفيش واحد يقدر يقولك أشرف بن شرقي مش هيكون اضافة لنادي الاهلي في حالة التعاقل معه لكن مفيش اي نية حتى الان بخصوص التعاقل مع أشرف بن شرقي انا بجيب لحراتكم الخبر وبقول لحراتكم كل الكواليس بشكل حاسم ومؤكد لكن ربما يحدث مش الشهر ده طبعا لانه هو مرتبط بتعاقل مع نادي الزمالك الا اذا اللعب برضو اصبح حر ما عرفش برضو ساعة حيبت تفكير الجهاز الفني بالمناسبة الاهلي دايما بيجهز نفسه الفترات الانتقالات بانه هو بيعمل لستة كده من اللعيبة بتنسيق مع لجنة التخطيط والجهاز الفني وكاعدة الخطيب المشرف على الكورة احنا احتياجاتنا ايه فنحط اسم واحد اتنين تلاتة ممكن نكون ترتيبه رقم واحد نحاول نجيبه وننجحش نجيب رقم اتنين كلام من ده فمن الوارد ان يكون اشرف في اللستة فيما بعد لكن دلوقتي مفيش اي كلام بخصوص اشرف بن شرقي خالص عشان احسن لحضراتكم برضو الموقف ده فيما اتعلق بهذا الملف وقلنا لحضراتكم كل الكواليس وكل التساؤليات اللي حضراتكم دايما بتسألوا فيها بخصوص تعاقدات النادي الاهلي الشتوية تعالوا بقى نشوف ايه اللي تقال على الاهلي في الحسابات الرسمية المختلفة على السوشيال ميديا في ترند الاهلي تعالوا نبتدي بمين هنبتدي ولا ايه يلا ببوابة الاهرام واحسابهم على تويتر واللي بيقولوا ان او نشروا قائمة الاهلي لخد كأس رابطة الاندية في غياب الدوليين واحنا عارفين القائمة علي لطفي مصطفى شوبر حمز علاء خط الدفاع محمود وحيد احمد نبيل كوكا ياسر ابراهيم رابعة محمد هاني كريم فؤاد محمود متولي اللي مش هيكون متاح يعني لانه لسه بيتعالج من الاصابة خط الوسط محمد محمود عمار حمدي افشع احمد عبدالقادل لويس ميكسوني طهر محمد طهر وليس سلمان محمد فقري حسين الشحاد حسام حسن بيرسي تاو وصلاح محسن ده طبعا بيتخلى لهم اللاعبين اللي عندهم كورونا ان شاء الله يعودوا سريعا دي ابرز الكواليس التتعلق بالنادي الاهلي نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نتكلم شوية عن منتخلنا الوطن يلا بي